السلام عليكم الأخوات كنتم تمنى تكونوا على خير وبخير أول شيء أشكركم بزاف على لغة تغذية لكم وطيقتكم فيها بخصوص تسجيل الدورة التكوينية عن بوحد الخاصة بالأطفال الناس اللي مازال ما تسجلوش ومهتمين مرحبا بكم الدورة إن شاء الله غادي تبدأ أول شهر يناير لمدة شهرين بنسبة الأسئلة اللي كتوصني بزاف هي شنو غادي يكون في هاد الدورة فأنا غنقول لكم ببساطة الفيديو السابق اللي أعجبكم واللي فيه مجموعة من التصاميم البنيتات والوليدات ديال التقليدي والعصري هادوك الموديلات كلهم إن شاء الله غادي نعلمهم في هاد الدورة هادي سؤال تاني هو الثامن والجواب هو 300 درهم للشهر لمدة شهرين وأول حاجة درتها هنا هي أنني خرجت نشارك معاكم ونوضح للمبتدئين من ياخدوا لزاكسسواغ لزاكسسواغ المناسبة لهذا الدورة هادي لهذا لتام هذا بكل تفاصيل وعدتكم حتى الأتمينة وضحت أيضا الأتواب اللي غادي نحتاجوا شنو هما التويبات اللي غادي يصلاحوا كيفاش غادي نستغلوهم وكيفاش غادي ناخدوهم الرخاص ومنين ناخدوه حتى الطرف وضحت يعني هنا يا بزاف دي الحويجات أول حاجة ممكن ما أنا خرجت نشري الراسي باش نبدأ الدورة معاكم ونبدأ في هاد في هاد الشي هذا بغيت نشارك معاكم كل شي إن شاء الله الدورة غادي تكون شاملة وما غا نبخل عليكم بتاشي معلومة كالعادة إذن اللي بغا يلتحق بنا مرحبا بكم مرة أخرى إذن الأخوات هاد البداية دلا فيديو كان عبارة على الفيديو اللي حتيت في تيك توك وفي الانستغرام وفي الفيسبوك الإجابة على بعض الأسئلة من بعد ما حتيت الدورة التكوينية الإعلان عن الدورة تكوينية عن بعد حتيت فيديو اللي هو تيشمل مجموعة من الموديلات التقليدية والعصرية الملابس للأطفال الوليدات والبنيتات واللي عجب بزاف ديالناس وعجبتهم الدورة وكانوا أنتغسي وترحوا بعض الأسئلة نونك فكرت عنيني نجاوبهم كلهم في هذا الفيديو هادك أي وحدة مهتمة بالدورة حتى هنا يا مرحبا بيها وبغا تدخل معنا حتى تلكم الرقم في الأول ديال الفيديو تواصلوا معايا كانين أسئلة أخرى مثل مثلا واش ممكن إليهم نخدموا بهذو كل الموديل موديلات كبار بطبيعة الحال يمكن لأننا تنعلمكم لابات تنعلمكم تقنيات كيفاش تتعاملوا مع كل موديل وهات الشي هذا غد يمكنكم أنكم طبيع الحال تبقوا على الكبار وعلى الصغار كان أيضا أسئلة اللي تتقول واش وخاب مثلا عرفتش حاجة نقدر ندخلها الدورة يمكن لك تدخلي أنا تنحاول نوفق ما بين الناس اللي عندهم معلومات والناس اللي داخلين ما عندهم تشي معلومة كتكون متابعة من غير الدروس اللي كان حتلكم تنقطة تكون متابعة مع كل وحدة في خلال الأسبوع يعني كنكونوا على تواصل مع بعدياتنا ولي ما فهمت شي حاجة كنشرح لها كنوصل لها كنعاود نشرح ما كان تشي مشكل مرحبا بالجامع أيضا جاءوا أسئلة خارجين على الدورة من بعد ما شافوا هذه اللقطة دي الفيديو اللي أنا ده بغا ديدنا نشرحه بالتفصيل كانوا أسئلة نس شافت هادو كتوب وعجبوها وخاكنوا هير لقاطات وسيسولوا اللي ما كنينش داخل كازا تسولوا واش يمكن اللي ندير تواصل نعم اللي بغا تشي حاجة تسكريني وتسفتلي يعني نوصل لها ما كن حتى شي إشكل نس اللي في كازا بغاوا يعرفوا البلاسة تبعوا معي الفيديو حتى الأخير غادي نعطيكم المحل فين كاين وغا نعطيكم لبليسة فين كاين وغا نشرح لكم كل شي إذن أول شي غادي نبدأ بهذا المحل لزاكسسوار اللي عجبني ويعني فيه كل شي أي حاجة بغايت يا غادي تلقيها فيه هاد الفيديو هادا غادي نركزها لبنات بالأخص على الحويجات اللي خاصكم تفهموهم وكل حاجة ليش كتصلح دائما أنا تنهضر مع المبتدئات أما تبارك الله المحترفات هاد شي را خدموا به وعاودوا ما محتاجين شأنني نعطيهم نصائح أو لا نعطيهم فين هاد يتبقوه بصدق ما بغيتش نذكر الأتمينة لأن كل واحد يرزقوه كل واحد باش كي يبيع إذا ذكرت الأتمينة تيوقع واحد لا أنا شفته غير بهذا التامان وراهك بليح سلوان كل واحد يبيع يعني بثامان اللي غادي نقول لكم هو أن هذا المحل هذا أنا اللي مشيت له لقيت أنا عارف الأتمينة في بلايس ولكن هذا لقيت عنده أتمينة رائعة وموديلات زوينين غير هو أنا رأى بين قوسين رأى ما تنديل إشهار نهائية لهذا السيد ما تنديلوش إشهار وما تنعرفوش فقط مشيت عنده أعطاني الخاطر وراني كل شي دار معي أتمينة مزيانة وعجبني الحال ورتاحيت وبغيت نشارك معكم المحل جيل ودخلت المحلات بزاف لكن ماشي بحال هذا السيد في آخر تلبت ليه لك أخت فيزيت وصورتها عليه غير بغيت ندير معها يعني هاد ندرة للتعامل يالو حيث يستاهل لأن قليل فاشكة تلقى بنادم عنده الخاطر وتيعرف في هدا ركسة دونك شوفوا معايا هاد الموديل هذا هاد العنيق اللي بالعقيق عجبني بزاف سوخته أنا لتب نديرنا أنا ركز هالحواجات اللي غادي نحتاجوه مفليكسيوات هاد اللي خدمتوه على شي تول في شي غوب غير تول غير هكذا مسلم ولا تول وخدمتو هاد الكل هذا اللي في البيض ولا هدا يعني غادي يجي رائع سوخته هاد اللي في البيض عجبني بزاف الكل وتكون لغوب عريانة هكذا اللي بني تتفض دهر فيها غير تول وتحت يعني الكلوش هاد تجي رائع كين المجموعة من الموديلات راه ذاك شي الحماق راه الحماق زعم سفغي كأنا ركزت كماتا نقول لكم البنات ركزت على تيم ديالي هاد شي اللي أنا غادي نبدا ركزت عليه يعني ما مشيتش لشي حويجات اللي غادي يفيدو بزاف حويجات خورين ولكن عيني سوختو مشات لهذاك شي اللي أنا غادي نحتاج في الدورة تفاهمنا دونك هاد علاش هاد هاد الفيديو غادي نفع بزاف الناس اللي تسجلوا معايا وللناس اللي بغين يديروا هكذا لبروجي ديالهم ديال الكسيوات ولا هاد غادي يفيدهم دونك هانتو ما هاد شي بحل سفيفة طالعة ديجا كيدروها في البيجمات ولا هاد شوفوا ليا هاد العقيق هاد اللي هانتو ما هاد شي أنا بغيش نديرو في الامام تيجمين نديرو في الخلف هكذا في الكسيوات في الدهر وهاد الشبيكة تبقى ودك الشتشلة تبقى وها بتان تجيزوين انما هاد شي بطبيعة الحال اللي كتخدم الكبار غا تبغي تلسقه في الصدر في الباجم مباشرة هي على الحم ما غا نغلف ها وتجي رائعة هنا كين ميد خاص غير شوية الأفكار هانتو ما شوفو هاد الزرق هاد شح الغزال اللي غا دي تخدموه في المانش اللي غا دي تخدموه في الده ولا في الده ولا اللي غا تخدموه في جلائل مثلا هاد شني هاد هاد أنا تجي ها فكرة فراسة غا تقول أنا شخصيا نخدمهم هنا ولا نخدمهم هنا أنا حي تلاسق فيهم دك جنيب دي التون بالنسبة لي غا يجو في جليل دي 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 مثلا أنا نخدم هذا اللون ونخلي هم طيحين في الأرض غا جي يعني ستيل راقي بزاف غا يجي غزال يزيد الرون نقل لذلك سوى هادي كل أتمين البنات غزال نراها ابتداء من 3 درهم عنده هاد شي اللي غال يطلع تقول لي 8 درهم يعني ما تيفوت هاد شي هذا دعم أتمين غزال هاد شبيك هادي حتى هي تسوين تها هادي في يعني في الدوغة وفي الأرجون تي شوفوا البريان صليفها وماشي حجر يعني ما هادي تخافوا عليها لدعل شي حاجة اه والا كين بزاف ديال الموديل بزاف هانتوا ما شوفوا هاد شي هاد در أتشار بنسب لي هير الملاقية هير الملاقية اللي قدم بلا ست هادي تدير شي تنبات ولا شي حاجة داي جهد هاد في هم تول في جني بات مثلا هاد النواق هادي اللي كتخدم في العبايات حتى هي تخدموها على الشبكة ولا تخدموها على هاد رتي تجير زال لان غادي تشوفو هنا بزاف ديال الحويجات اللي غادي يعجبكم لعشاق ديال هاد هاد المحالات وعشاق ديال تو بالفيديو غادي يعجبكم بزاف ايضا غادي ننغن سلي لزا اكسسوا غادي ندوز معاكم تشوفو حتى تويبات اللي هما صالحين لهاد لتنفايت لدي جا دير تمزع فيديو خاص بالاتواب فاش مشي تخدي تشوفو البودي يعني شرحت لكم كل توب لش كي صلاح ولكن دابا منين غادي نهضر على القفتنة ديال بنيتات الصغار ولا جاب دورات ولا الدرعية دراري ولا لغوب بخانسيس غادي ندي تويبات اخرين وموديلات اخرين هانتو ما شوف دابا هاد يجيوه في الكتيفة تقطعها وجيهها هكا بالهدوب هكذا طيحة في الكتاف هاد تجيغزال يعني مسألة حاجة بسيطة حاجة تقدرون تقولوا شنو غادي ندير بيها إلا خدمتو شوية أولا هادي كني تدار في الخاصر تدار بزاف ديال الحويجات هاد شبيكت هاد البنات بليبونت كبار هنا هاد كولور ديال ذاك الهدوب اللي كنت اللي وريت سكم قبيلا فيها بزاف ديال كولور تنك على حسب تسوي كيف اشد داير حسب تويب كيف اشد داير ولا تنك مقط كوم الآتي منا زوين زوين بزاف عندو وخلاص هاد 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 المحجرين هاد ها تيجي فنين تيجي راقين هاد هاد مثلا في المانش في الدراح في الكم بغيت نقول في الواسط ديال الدراح وطه بتوب داك لابوند ولا تديروهم في بلاسة الحزيم ديال البنيتات ولا تخدموهم في بلاسة ديال سفيفة بلاسة ما غدير سفيفة ديال هاد دون بزاف الحويجات كانين في الالوان كانين اللي بالحجار كانين اللي بالموزون كانين اللي بالعقيق بلاستيك يعني كانين مزاف هاد الباندات هاد عجبوني تهوما اللي تحت اللي في الرولويات غدي نرجع لهم وراني حتى هاد السمتول اللي كيلسقو هاد هاد مشيل الساقط هاد هاد يتخيط يعني كتتخيط في جليل بات هل بغيت ودريو الجليل بات درمدان وكتجيو وكترقوها عادية وكتجيو لصدر ديال أو لدهر ديال داك الجليل وتتلسقو هكذا شي فوتو اللي غتكون خاصة بالأطفال بحال هاد الزرقة هادي وكتديرو هالهم وصفي يعني كتكون لمسة بسايت هاد لغليف هاد الفوتو هما باش غدي تلعبو في الخياطة إما في الدونتيل ولا شوف انتو ماش مغديرو في داك جليل دونتيل ما قط لكم رأي الله الأفكار خاص تكونوا حتى الماتيريال لحدكم انتو ما شوف هدي شحزوين هولي مامو هادي اوسي هادو ماشي لسقات هادو كيتخيطو البنات يعني ما تخافي منهم لا يتقشر هادو كيوريني كيوريني ذاك اللي بغيت ندور عليهم يعني نخيطو بيهم هتاني بزاف ديال الأفكار يعني تهو هاد شبيكات هادو تيجيوا مثلا تهرسوا بيهم في الكم ولكنتو غادي تديروا قفطان ولا شي حاجة تديروه في جلايل والله المهم يعني كيف ما قلتلكم ربز زاف عطال الله الأفكار ما تديرو بيهم شوفوا عادي شح الغزالة كينا فليك ولغ را كي ما قلتلكم البنات راكم عارفين هادش اللي مول فين يدخلوا لها تشير عارفين أنا فقط كان بغي نعاون دائما المبتدئات دائما المتدربات اللي عندي كان بغي دائما نخرج معاهم نعطيهم أفكار شي حويجة وخاك تكون هي بتشوفوا هادي شح الغزالة هادي فنة هادي النواق هادي غزالة تجي غير في الكتف هادي في الكم هابطة من الفق حتى تحت وراها غزالة غزالة ورخيص هادش يعني شح لقع غتحتاجوا بنسبة لكم ما غتحتاجوا ميتر هانتو مشوش حال فيهم من شكلها هاد كله عجبني أنا أي حاجة تتبين الحم عجباتني بنسبة البنيتات عجبوني بزاف شوف هادي شو غزالة غزالة فينا غادي ناخد هاد وإن شاء الله في الدورة غادي نفاجئكم بهذا شي هذا يعني هاد الموضيلي تشوفوا هنا يبانوا لكم عادي بصدق غادي يبانوا لكم شكل آخر في الكسوات اللي إن شاء الله غادي نخرج ولي حتى القفيتنات اللي غادي نديرو غادي يبانوا لكم شكل آخر يعني ما غا تعرفوش هاد الحويجات اللي هنا وش هما اللي كينين نفلكسوا ولا منيتي كل الماتيريال وتيكون التوب زوين وكتكون أفكار زوينة كتعطيب طبيعة الحال نتيجة زوينة دائما إذا نشوفوا معايا هاد التول هاد اللي ديجا متروز ديجا كي يكون ترزو فيه بتمهير تتلسقوه على حسب فين بغيتو شو بغيتو تتلسقوه فوق الكسوات ولا بغيتو تتلسقوه في الكميامات هكذا تديروهم ترسبارون يبان هكذا كمتروز نادي مهم أنا أي حاجة هادة هادة موسلين ولا هكذا بنتبت غاينتقاس عليكم الخدمة بمعنى ما غاديش تحتاجوا عاد الترزو ولا تنبتو ولا هاد العقيقة هادة شوفوا هاد البلون هادة مثلا فلكسيوات ديال العرائس دك لأغو بخانسيز غادي جيكي حمق كل شي هاد شي يعني واجد انتوما إلا خذتو هاد شي واجد يعني المشروع ديالكم ولا هادة الحويجات اللي بغيتو تخدموهم غايجيكم بساط ماشي عاد غادي تفكروا شنو غادي تديروا مثلا واش ترزو واش تنبات واش لا غادي عاونوكم هاد لبون شوفوا هادة شبيكات تيجوا في الظهر حتى هما هانتو مثلا هادي الموزونا ها هي واجدة غير غادي تلسقيها وخا هادة المسلول واجد شبيكات هادو هادة شبيكات يتقطعو ويتدرو في الظهر مثلا على شكل قلياب ولا على شكل على حاسب وكتديرو بطبيعة الحال تاخدو التوب اللي تابع لهاد شبيكات هادو غادي تفنو فيهم زع ما بصدق غادي نقصو عليكم الخدمة بزاف هادلي زاكسسوار غادي نقصو عليكم الخدمة بزاف الكسيوات عجو فنين هاو بصدق زعمال كينو واحد الكم هائل من الاختيار عرا ما تبقوا تختارو تحماقو وفينما درتو غادي جيب لكم الله شي حوي جاي الله تتشوفوها أول مرة وخانتم ماراكم مقبيلة وانتم ما في ذاك البليسة هاديك ولكم نيك تولي وترجعو لها كتلق رسكوم باش شواله مثلا شوفوا مرحبا مرحبا كينفز مقاد سيرو اجبوني احتى هاد الشي هاد اللي يلسق تبعت الحالة راكي نرتي خدموا به الناس غير هاد شي خدم بزاف بزاف هاد 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 على أساس بحل يرجى غوض ام هاد جرمت هنا ديزاين بزاف لا يجب الناس المستخدم لهم ولكن تضيف لهم عجبوني بزاف هاد بريض في عنق الغذاله بحل مقصة انظره افضل كثيرا لحظة هذا الطوير فقط تفني في السق لا تبدو انها أمار فقط لسواقية اوه نضيف جميل الارجونتين هذا الصغير هذه الشبكات سوف تحتاجهم كثيرا لأنه سوف ندوز كم التواب سوف ندوز كم التواب بحال بحال سوف ندوز كم التواب نعم قدرت بكم جولة البنات خفيفة مهم حاولت نوريكم الماكسيمون هو رح صعيب وختيب لكم المحل منظم هو صراحة رح منظم المحل المحل يلو بنسبة مقارنة معنا سوف ندخل عندهم رحات كل حاجة بحديتها يعني كتقدريت كتقدريت شوفي هنا وهنا وكتقدريت شوفي نفس الموديل يعني نفس الموديل فيه أشكال بزاف فيه الألوينات ولا فيها يعني منظم شوية يعني الناس اللي كان ندخل أنا بعدها هذا البلاس البيض لزاق سواقتي الدخلية العقل سافي إذن بالنسبة لحنا البنات قبل ما نمشي نديكم التواب بغيت نوريكم التواب بالكيلو بزاف اللي كانت البوني نوريهم التواب بالكيلو دائما أنا كيفما قدت لكم اللي هامني هو هاد اللوتام لبنيتها الصغر إذن ماشي النوع دي الأتواب اللي أنا عاجبيني هنا كي نلموز هنا بأشكالها صراحة موديلات رائعة هما طراف اللي احنا خدامي اللي نبنسبة لهذا لهاد اللوتام هذا دي الوليدات الصغر طراف اللي كتلقى فيهم متر حتى المتر ونص إذن بنسبة لنا هادك شي يعني هادك شي اللي احنا محتاجين هاد التوابات هادو بالكيلو متيوزن يعني ماشي متيوزن شقاع صراحة راتيوزن بنسبة لتامان تنظن ديرهم واش سبعين ولا خمسة وسبعين درهم الكيلو كنظن خمسة وسبعين كنظن خمسة وسبعين درهم كنظن خمسة وسبعين درهم الكيلو اللي دير هاد هاد توابات هادو البنات كان نيتو وفص ان قد سيرو ولكن عجبوني عجبوني وفيهم له شواء لانك كان بزاف دي الانواح هانتو ما شوفوا هاد الموزونا هادش حل غزالة بطبيعة الحالة البنات احنا ما ديش نديرو قفطان كله هاكا ولا ولا كسوة كلها هاكدا هادرتها تاخدي منه غير ليمانش تاخدي منه لسانتو غدية القفطان تاخدي منه واحد لابوند تدريها في الجليل وكتعاملي كتخدميه بالتويبات العادي بطبيعة هالما عادش نمشي لكسوة كلها هاكدا اصلا غدا تجي متقلة بنسبة البنيتات اجي تقيلة هاكدا الموزون كلها اجي تقيلة تعالعين تفهمنا؟ اذا كي خسنا اللعبوا بيهم ديروا بيهم الكمام ديروا بيهم اعطا الله ما يدار بيهم خس شوية ديال ابتكار في الموديلات غادي نشارك معاكم بزاكد الموديلات ان شاء الله في الدورة اذا كل واحد مهتم مرحبا بي نشارك نشارك ندخلت المحل كنوريكم ايضا الاتواب اللي ستصلح لكم بنسبة لهذا التوب هذا شوية واقف تجيو فيه لغوب فنين تجيو زوينين شوفوا هاد التوب الواقف لان علاش كتعطي ذاك البوفة ديال الجوب كتعطي ذاك الانتفاق ديال الجوب وخاك تديري الجوب ومقل تحت ولا تلقى صح ولا هادا ولكن هاد التوب هادا كيساعد وتيجيك سيوات البنيتة تفنين وحتى الوريدة اللي كنخدموها كتجيبها غزالة وبينسيو تدخلي عليه تويبات خلين ما تنخدموش غير بهذا ولكن هاد السيد هادا لقيت عندو هاد الاتواب لين هما صالحي اللي نبزة شو على لون شو على لون شحال غزال هادا هاد اللون تيحمق يجي البنيتة تغوب بحتى الارضو من فحات الجيغزالة دونك فوالا هادا منسبالتو بالواقف منسبال الموديلات اللي وريدكم ديال بغوكار بيانسيو تفنو في البغوكار اللي بغيتو اعطى الله هلو شوى هادا غير لقيت عندو هادو محدوتين هنا وبغيت نصورهم لكم ما نرمال ما راكين بساف ديال ديالو شوى ديال بغوكار ولا ديالامي ولا هاد شي هادا را موجود يعني ما غاني على التعريف هادا وهادا بمسبال اللامي ولا الموزونا ولا البغيان اللي بتفصيله ماشي بالكيلو دون كل حاجة وتمنع كي تبدا هاد شي من 20 درهم بالميتر يقدر يوصل حتى ال 60 درهم بالميتر ايضا بغيت نوريكم الشبكة بالميتر حتى هي تحتاج بزاف مثلا الموديل اللي حتت في في تيك توك ما بين الموديلات هادا القفيتة اللي في الحل مخدم هاد شبكة في الكميمات وفي الجلال وكي يجيو هاكده طرف طرف العادي هاد هي الشبكة باش مخدم لان هادك عجب بزافتي الناس ويعني هاد هي شبكة باش مخدم فيها الالوان طرف ما دك ساعد دخلوا الوينات اللي بغيتو والا كينين هاد ستيل هادا اللي هاكا بالموزونة بالهدوب هادا غزال هادا عرفتوش حال يخرج فيه ديال الاشكال وش حال الموديلات رائعين هادا ما تحتاجوا معاه اه لا تخروف لا جوب مثلا لا جوب كل ها تمشي هاكده تنتقل البنيتات تعرفتوكي غات جغزاله هادو شبكة الخفيفة تايتة تحتاج هادو بنسبة ليغوب هادا 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 مطروز انا تعجبني هاكده التوب اللي بغي يسر بي ويقضي الغاراد يحاول ليعاون باليساكسسواغ ويركز على التويبات يكون فيهم ديموتيف البنيتات الصغار تبغيو هاكده حويجات يعني اللي فيهم قات يغاندي تيبينو هادا التوب هادا بنسبة ليغوب دو سواغي الكسي ودلع رايس اللي كيبوتو عليهم شوفو هادا بالريش مشي بالريش بالهدوب هاكده ديال الحرير جيكسي واحدة لأرض ومجيش واسعة جي البنيتات دو كتيل 12 لحم تخيلتها غاديو مغزالة اهنا هادا الكسيوات كلهم بصرحة هاد الموديلة كلهم يشتقان هنا عجبوني بوغ لغوب برانسس هاد الشبيكات كلهم عجبوني بوغ لغوب برانسس وهادو قفتنات هاد الموزن عجبوني قفتنات شوفو هانتو مثلا هادا هادا يتخدم هالفليموش وتقديدك الروز اللي يتخدم اوني مهم البنات خاصة الافكار وان شاء الله هادي نعطيه الافكار و هادي نديرو بزافت الحويجات بإذن الله هادا شبكة في الزرق شحل غزالة هادا في الكولار هادا في الكحل هادا بجوج في الكحل مع الكحل اوني اطلع غزالة هادا تويبة بغيان هادا تحتاجوا في هادا 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 مبرا مبرا رطبة هادا 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 الموزونا ركزنا على الشبكار ركزنا على موسلين ركزنا على التول ركزنا على المطروز طواب المطروزين طويبات الواقفين هادا الشاي اللي بنات المهم هي بغيت نعطيكم اوني ده اللي بغت تدخل سواء اللي بغت تدخل الدورة او اللي بغت هي فاهمة شغلها و بغت تدير مشروعها عارفة اش غادي تدير فيه و حايرة شوية في الاتواب ولا ما عنداش فكرة على الاتواب شوفوا هادا هادا الموزلين هادا شحزوين هانسون يعني كاين لوشوة كاين لوشوة كبير بزاف ان شاء الله ما زالين يكونوا ديتام خورين عندي ونخرجكم مع اوتاني ونوريكم تويبات الخاصة بهذا كل اوتام لانا في شغال كان بدا نوري التواب هكذا من طرف انا فضلت هكذا كيف ممكن ندير دورات ديالي بالعناوين بليتام كل دورة و عندها عنوان ها مني نبغي نشارك معاكم تويبات نقول لكم راه اللي بغت تخرج تشري هادي هاش مو غادي تاخد اللي بغت تخرج تشري هادي هاش مو غادي تاخد هاد شي غادي يكون اسهل صراحة الفيديو راه طويل بزاف يمكن لنزيدكم كثار من هاتشي صورت بزاف ديال الحويجات ولكن ديجا هاقدو راه طوال بزاف غادي نقتاصر على هاد شي هذا شوفو 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 شغزال تنتمنى الفيديو يكون نعجبكم تكونوا استفتوا منو اللي عندها شي سؤال مرحبا بيها فلي كومنتر خلي ولي كومنتر ديالكم تقولوا لي كيف جاكم كيف جاكم تويبات اللي بغت تشارك معنا في الدورة مرحبا بيها ولي ما مابونياش عندي في القناة دير ابوني متنسونيش باللايك ديالكم بالبارتاج باللي كومنتر باش نزيدو ان شاء الله نعطيه اكتر وكيف ما لقيت اقبال على التويبات اللي الفيديو ديالتوا اللي درت من قبل ولقيت الاقبال عليه وعجبني الحال هذا هو اللي حفزني انني ندير معكم هاد الفيديو هذا وكنتمنى حتى هاد الفيديو هذا تشجعوني فيه تبارتاجيوه تديروا لي لايك وهكذا غادي نعطيه انا ايضا اكتر فاكتر اذا كنتمنى الامر كلها تعجبكم البروبوزيش كلها لعدتكم تعجبكم خليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة